موسيقى عن فريق 2001 وقطاع نشئين نادي الأهلي قطاع نشئين نادي الأهلي دائما وأبدا هو العماد الرئيسي لكل البطولات ودي أمام حضراتكم تتويج وفوز النادي الأهلي في نصف نهاية بطولة أفريقيا على فريق نادي سموحة وكنا نستمتع الصراحة في الملوك الصلاة وزميلنا كابتن عيسى مسعيد على الوصف التفصيلي والتحليل وإن شاء الله يتوجه جهدهم كلها ببطولة أفريقيا هرجع مرة تتكلم على قطاع نشئين لكرة القدم من نادي الأهلي وعلى مدار التاريخ دائما وابدا النادي الأهلي دائما بيمشي فيه اتجاهين إن انت تطلع لعيبة في قطاع النشئين يقدروا أنهم يلعبوا فيه الدرجة الأولى وفي نفس الوقت تحصد قلة بطولات وهذا الفريق هو من أهم الفرق اللي موجودة في قطاع النشئين في النادي الأهلي وحصد بطولة الدور بطولة الجمهورية قبل نهايتها بالعديد من الأسابيع طبعا نستقبل بقى أطلنا النهاردة كابتن مصر نادي الأهلي كابتن محمد شرف كابتن عربي بدر كابتن شادي رادوار كابتن شادي رادوار كابتن شادي مبسوط أنني على حضرتك ومبسوط أنني على قناة نادي الأهلي ومبسوط أنني الريال كسب عزين نقول لحضرتكو أن ريال مدريد تفوق على اليوفينتس في اليوفيارينا بثلاثة أداف مقابل لشيء في تهاب ربع نهاية الشامبيونز ليج دورة أبطال أوروبا وإن كان الموضوع متقاصم لكن أغلب الفريق كان بيشجع ريال مدريد والصراحة كريسانا رونالدو أحرازنا هدف من كوكب آخر كابتن شرف نخش في أجواء البطولة بطولة مهمة جدا من بداية توليك المهمة تشكيل الفريق كان في دماغك أن أنت تبقى وهدف في رئيس أن أنت تبقى يعني بطل المسابقة أكبر ولا أن أنت تبني فرقة بتلعب كرة كويسة يعني هو الحمد لله طبعا قرى من ربنا سبحانه وتعالى أننا حسمنا البطولة قبل نهايتها في ست أسابيع ويمكن ده هو الكلام اللي قلناه في بداية الموسم يعني لو حطينا هدف مشوارة البطولة كان من بداية أننا نحسامها قبل نهايتها بأسابيع كبيرة إن شاء الله ويمكن الميزة إن إحنا كنا متفقين إن إحنا من الدر الأولاني المواجهات المباشرة مع الفرق القوية هي اللي هتحدد سرعة إن إحنا ناخد البطولة اشتغلنا طبعا دي تالت سنة ليا مع فرقة ألفين واحد فإمكن حفظتهم وحفظوني فالدنيا كانت أسهل كتير السنة دي غيرنا في طريقة اللعب أكتر من مرة وحفظنا أغلب الطرق اللي الحمد لله الولاد بيقدوها بشكل كويس وبقينا نغير الطرق على حسب الملعب اللي بنلعب عليه وعلى حسب التيم اللي احنا بنلعبه الحمد لله خدنا اللي احنا عايزينه بأرقام كبيرة وبنتائج الحمد لله كبيرة وحسامنا البطولة يمكن دايما بنقول البطولة وبنأكد على البطولة أن هي دي اللي بتبني شخصية لعاب النادي الأهلي غير لعب أي فريق آخر حتة البطولة مش يعني احنا مش في قطاع الناشين يعني بنجري وراء حلم أن اللعيب ياخد بطولة على قد السوك اللي بتاع البطولة هيبقى ليه مردود على اللعيب قد دي اللعيب اللي متعود من صغره أنه ياخد بطولة هو ده اللعيب اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الفريق الأول ويمكن احنا يمكن تشبهنا بشكل كبير السنة الحمد لله مع الفريق الأول حتة حسن البطولة والأرقام يمكن حتى دايما كنا بنهزر مع بعض في التمرين احنا عايزين مدوعة فريقين بخمستاشر طيب احنا عايزين نبقى تمنتاشر الحمد لله طبعا ده إنجاز كبير جدا وإنجاز ده مهم احنا عندنا تقرير عن فريق 2001 نعرف حضراتكو ونعرق بكل ما جاء في فريق 2001 إنجازات وأرقام ومشاط في منتهى منتهى الجمال نتلعوا نشوفه نرجعون كمالكام كما فعلها كبار الأهلي الفريق الأول وتوج ببطولة الدور الأربعين قبل نهاية الموسم بستة أسابيع فعلها صغار الأهلي وناشئ الأهلي مواليد 2001 محققين بطولة الجمهورية للناشئين قبل نهاية الموسم بستة أسابيع وبلا هزيمة الأمر الذي ينوه عن وجود فريق يدعو لمستقبل مشرق بالنسبة للفريق الأول نجح فريق 2001 بالنادي الأهلي فاحتلال الصدارة منذ انطلاق المسابقة وحتى الآن برصيد 73 نقطة وبفارق 18 نقطة عن إمبي صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة يليهم الزمالك في المركز الثالث برصيد 52 نقطة حيث خاض الفريق 27 مباراة فاز في 23 لقاء وتعادل في أربعة لقاءات لم يوزن في أي لقاء سجل لاعب الأهلي 95 هدف كأقوى خط هجوم في كل بطولات الناشئين لكافة المراحل على مستوى الجمهورية وسكن الشباك 21 هدف كأقوى خط دفاع لا شك أن فريق 2001 يضم العديد من اللاعبين المتميزين من الناحية الفنية والبدنية على رأسهم الهداف عبدالوهاب علي الذي نجح في تسجيل 21 هدف يليه أحمد أشرف برصيد 18 هدف شادي رضوان برصيد 12 هدف وعمر رزق برصيد 11 هدف ومحمد سلامة ب11 هدف بالطبع يقود الفريق جهاز فني على مستوى عهل جميعه من أبناء الناد الأهلي الذين يعرفون جيدا قيمة ومكانة الفانلة الحمراء على رأسهم محمد شرف المدير الفني وإسحاق أول مدرب عام ومصطفى فتحي مدرب حراس المرمة ومحمد راشد مدير إداري بالفريق ومحمد إمام طبيب الفريق الأرقام القياسية لفريق 2001 لا تتوقف حيث حقق الفوز بنتائج ثقيلة على منافسه بالبطولة الواحد والآخر نتيجة كاسحة بالفعل تلك التي حققها الفريق على الرجاء بثمانية أهداف نظيفة قبل أن ينسحب الفريق المطروحي من المباراة عقب مرور عشر دقائق من الشلط ثاني كما فاز الفريق على طنطا بملعبه بنتيجة سبعة أهداف من دون رد وعلى سموحاب الأسكندرية بخمسة أهداف من دون رد وعلى الاتحاد السكندري بنتيجة ستة أهداف من دون رد وفاز على النصر بنتيجة ستة لواحد وعلى أمبي خمسة لواحد فاز على المقصة بالفيون بأربعة أهداف مقابل هدف وفاز على المصري بالسويس بثلاثة أهداف من دون رد وفاز على الإسماعيلي بالإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفاز عليه بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف تعادل الفريق في أربع مباريات أمام المقابلون العرب وشموحة ووادي دجلة في لقاء الدور الأول بنتيجة صفر لصفر ولقاء الدور الثاني بثلاثة أهداف لمثلهما الأرقام لا تجذب الأرقام بين مجهود وتعب الجهاز الفني مجهود وتعب النشئين اللي لما تحطوا فيه معادلة تلاقي البطولة موجودة في دولاب النادي الآلي وده حاجة مش جديدة هبتدي بيه شادي شادي واحد من اللعبة الجمال في النادي الآلي شادي رضوان 12 هدف أو 10 هدف 11 وفيها ده فيم في التسعة سنة شادي انت انضمتنا للأهلي أمت؟ أنا 2008 كنت في أكاديمية الآلي في المنصورة وعدت تقريبا ثلاث شهور واختروا أن أنا كنت موجود فيه يعني كان لسه الفرقة بتتكون أصلا نعم فكان في حاجة اسمها منتخب أكاديميات وصف الفرقة مين اللي اختارك؟ كان كابتن عبد النبي عشور وكابتن عبد النبي عشور بس ولما دخلت النادي الآلي وبدأت تتمرن جوا النادي الآلي حسيت بك؟ فرق طبعا وحلم أنا كانت دعويت دي في رمضان ما أكون موجود في النادي الآلي انتو كتبسوه منتع في 2008 ماشاء الله انتو كتبسوه منتع في ليلة القدر تقريبا موم تقريت لي دعا أي حاجة وهتتحق إن شاء الله دعيته والحمد لله ربنا ولما دخلت بقى مع الفرقة بقى لك ثلاث سنين من أول تكون لدخول لك جوا الفرقة والسنة دي انتو ما شاء الله عميني موسم مهائي السنة بالنسبة لك هتتعامل ازاي؟ الحمد لله موسم موسم استثناء بالنسبة لي حاجات كتير حققتها تلاتة التسعة وتسعين وإن شاء الله الدرجة الأولى قريب حاجات كتير يعني الحمد لله وأداء كويس يعني انت مركزك ايه في المنطقة؟ طرف شمال بتحب تلعب في المكان دوت ولا كابتن شرف بالنسبة لك كذا مكان؟ لا لا بحب ألعب فيه وبرضو يعني بينوع معاه يسعب أنزل تحت الفرود وبالعب طرف يمين برضو طيب مين اللعيب اللي انت بتحبه جدا في الدرجة الأولى في النجل كابتن حسام غالي وكابتن وليد سليمان برضو عشان الطريق ولا عشان أنا أقولت لك لا لا هو شابه يعني أنا شابه واسم كابتن وليد سليمان في الحاجات ديات اللعيب صراحة العيب عيل بصراحة عيل وبعدين بلعف كذا مكان وبعدين بيشوب باليمين تنشرف دايما بيقول انت شابه يعني عربي واحد من النجوم النادي الأهلي الصعادي الناس كتير قوي بتتكلم عليك هو الفريق بيقول ان انت ما ببطلش جار الكلام بصع؟ شوية كده انت دخلت النادي الأهلي سنة كامعة في 2012 كنت في مركز شابه عندنا في كفر حكيم فبعد كده روحت أكاديمية في براجيل كان كابتن ساد مصطفى كان مساكنا شوية اتمرنت معاه بتع 3 شهور بعد كده روحت اختبارات النادي الأهلي اختبارات النادي الأهلي فكان كابتن ياسر محمدين كان مساك 2001 وكان كابتن أحمد جميع المساعد لي فاخترنا كده بقيت موجود مع الفرق طيب انت جبت كام جيم السنة؟ سأقولين بس وانت بتلعب مكانك فين؟ دفندر دفندر وانت بتحت الفرق ده فاصام عشور ولا؟ فاصام غير فاصام غير بتزيد وبتلعب كورا وبباصي اه كابتن حسام غير بتعمل كم مساكنا؟ أولا يعني السنة دي سي كابتن شرف بإسمع صوته يعني أول ما بتعمل مساكنا؟ لا السنة دي الحمد لله ما فيش كيعاني مسبوس كتير والحمد لله السنة دي استثنائية في حياتي طيب انت دلوقتي بقى عندك 17 سنة وبتلعب وتموحك أكيد بتشوف اللي بيحصل في الدرجة الأولى وانت من اللعبة اللي تصعبت فيه مطش البلاستيك والتحاسس بإيه وانت داخل الملعب هو في الأول بس يا الرهبة في الأول كده وانت مع اللعبة بتغير في الأوضة بس بعد كده في الملعب كل حاجة ما فيش رهبة في الأول وكده كنت مصدق أن انت مع الدرجة الأولى هو أصلاً كابتين شرف كلمني وقال لي كلمني كنت في امتحان وخرجت من الامتحان فتلاقيته بيكلمني وقال لي زاك العرب عامل يولتو الحمد لله باي طبعاً كيف المتحان الأول سألت لا يا الحمد لله فتكلمني وكده قال لي ان شاء الله بكرة الساعة عشرة مع الدرجة الأولى درجة الأولى كابت انت بتحذر حضرك بتحذر قال لي لا ان شاء الله يعني ويكلمهم وقولهم انت مش جاهز قلت لهم لا 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 ان شاء الله رايح فقعدت ربع ساعة كده لحد ما صدعت يعني فبعد كده كده كلمت وممت وكده فالفرحة ما ساعتهمش يعني ونزولك بقى مع اللعيبة الكبار وكابتن حسان البادري لما قابلته حسين وفي الأول سلمنا عليه كده كنتش مسادة يعني فالحمد لله يعني بايت ما متواجد معه ان شاء الله بقى دايما من فوق بإذن الله كابتن شرف أرقام ما شاء الله يعني في الناحية الهجومية حوالي داخلين في 100 جون 95 جون الناحية الدفاعية دخل مرمونة 20 هدف فقط مقربين من حوالي حاجة وثمانين نقطة ولا حاجة وسبعين نقطة حاجة وسبعين على حسب يعني نتاج الرجاء لأن هم انسحبوا فمش عارفين هم حطوا أو شهر هتبقى موجودة ولا لا فالأرقام دايما ما بتكذبش يعني الأرقام دايما بتبقى بتبين المكان الصحيح أو طريقة اللعب وطريقة الأداء بسم الله ما شاء الله لهذا الشكل طريقة هجومية بحتة لحد ما قريبة من طريقة الدرجة الأولى مع الكابتن حسين أولاد بادر صحيح مدلنا يمكن الشكل الهجومي عندنا كسافة فيه وفوفرة في اللعبة كمان لكن طريقة اللعب يمكن احنا صعبناها على نفسنا شوية من السنة اللي فاتت يعني بدنا نلعب بتلاتة وراء التلاتة دي بدتنا بقى عندنا التلاتة اللي بلعب وراء بقى عندهم ثقة قوية جدا لأن أربعة برضو بيشيلوا بعض وبيشيلوا عرض الملعب لكن تلاتة بيبقى عندهم الغلطة زي حارس المرمى الغلطة بجون فقدتنا بعد فترة شخصية المدافعين اتنقلت لوسط الملعب وسط الملعب طبيعيا لعيب النادي الأهلي دايما بيهاجم كويس فاحنا ركزنا على النحية الدفاعية بالتخطياط بتاعة السلاسي خصوصا اللي وراء وجربنا فيها لعيبة كتير انت كامل لعيب كابتن لا ماكس يعني اعتبر لعيب حارس مرمى بس محمد أشرف ده يعتبر اول موسم بالنسباله معنا هو اللي ما شاركش بسه وان شاء الله ممكن يشارك في الستة متشرة لكن اغلب اللعب اللعب حوالي 25 لعيب 25 لعيب واغلبهم احرزوا اهداف اه حقيقا ودي من الطباعة اللي حتى كمان ومثلة اللي بيحصل في الدرجة الاولى كابتن حسام البادري برضو حوالي حاجة وعشرين لعيب 22-23 لعيب احرزوا اهداف من اللعيبة وده بتديلك قيمة ودقي النادي الأهلي طريقته كلها هجومية زي ما حارك بتقول اكيد لعيب النادي الأهلي بيلعب على الفوز فبيبقى عنده نحية الهجومية على اعلى مستوى ونحية الدفعية برضو ورايبة جدا هل شايف ان التلاحم اللي موجود او التشابه اللي موجود ما بين الدرجة الاولى ما بين قطاع النشئين ده بيخلي ان اللعيبة لما تطلع فوق تبع المستوى مطلوب اكيد طبعا احنا كل كلامنا على الفريل اول كل محاضراتنا عن الفريل اول سواء لعيبة كافراد سواء نتائج سواء شخصيات بنشوفها تحديات كبيرة جدا وامثلة ولا اروع لعيبة ما كانتش بتلعب واول محطة رجلها في الملعب الحمد لله بيقدوا بشكل كويس ويمكن خطوات على منتخب مصر ان هما يكونوا موجودين واللعبة دي كانت بعيدة جدا دايما الكلام بيبقى في اطار الفريل اول يمكن عندي مثل شادي السندي اول مطش لعبنا طنطا وهو ما كانش لعيب اساسي من مطش طنطا خلص الدور الاولاني وهو لعيب اساسي مع فرقة التسعة وتسعين مش معاي انا بس فهو التطور بتاع اللعيب ومجهوده ويمكن شادي من نوعات اللعيبة ومسهل لكل المدربين وانا تعلمت منه الحقيقة شادي كان من اللعيبة الحريفة جدا في دور البراع ومن اهم اللعيبة اللي كانت موجودة في 2001 لما المساحة بتكبر لعيب المهاري بيبقى يعني صعب ان المدرب يتقبله في الظروف بتاعت المساحات الكبيرة فهو صبر الحقيقة وتمرن واقتهد واخد الامور بجدية وقعد فترة ما بيشاركش مع انه كان نجم يعتبر فترة البراعم كلها السنة دي حط رجله بشكل محترم جدا في الفرقة جاي بعشر تجوان معانا اساسي بشكل مستمر طبع مع التسعة وتسعين جاب له مجوان وليه بحوالي عشر مطشة او اتنشر مطش منهم مطشة قوية جدا فهو ده يعني اللاعب تطورك ايه هو ده المهم وخصوصا للناشئين يعني دايما بشبهه بالكابتن وليد سليمان في حتة يعني حتة مهارته طبعا واختراقاته والشخصية او 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 حضرتك شابه نابا ليه سليمان غير ما يتفق مع بعض او 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 عربي او بالنسبة لك السنة دي ايه اصعب مطش كنت حاسس ان المطش دوت كان خلاص بعيد عن لكم بس قدرتوا ان انتو تلموا نفسيكو جوه المطش وتقدروا تكسبوه هو كان مع 99 مطش دا كاننا باللعب الاسماعيلي وطول المطش كنا بندافع يعني طول المطش كنا مقفلين زيو الديفنز فكل مندافع طول 90 ديئة فعجينا ففي نصف شود التاني كده جبنا جول فغلصنا مطش واحد سفر الحمد لله كانوا في ارضهم كانوا او في ارضهم عشان كده كنت بتلعبوا في شكل ده وبالنسبة لفريل 2001 كان ايه اصعب مطش بالنسبة كان اصعب مطش عندنا ما قابلناش مطشات صعبة والحمد لله مطشات كلها بناخدها باسلوب اللي احنا نكسب من اول ديئة وكابت النشرف بيوجينا في اول مطش اللي انت تنزل مطش تقدر تكسب فالحمد لله كل مطشات كلها بنقابلها بشكل كويس طيب شدي المطشات بالنسبة لكو باين انتو كنتوا جاهزين بشكل على مستوى فترة الاعداد هل كنتوا حاسين ان فترة الاعداد لما تبقى قوية وصعبة دي بتسهل عليك وصد داولي اه بتفرج كتير جدا طبعا عملنا معسكر جامد جدا كابتن شرف شتغل معنا على النواحي البدنية كتير وخلا يعني النواقص بتاعت كل لعب زودنا بصراحة عم مجود كبير معنا هو كابتن اسحاء وكابتن مصفاتحي انت جبت كام جمه اللي اني ساريت لا 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 بيش خاص لا لا دي لسه شوية الحمد لله يعني عملنا مجود كبير جدا من اول موسيم الحمد لله يعني تكتبانت الحمد لله طب ومين اكتر اللعيب بتحب تلعب جنبه في الفرقة يعني بتحس نوع فهمك او لا لا كلهم كلهم حبيب بس انت فكرت يعني فيه حبيب لا 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 كلهم والله حبيب ايوا يعني يعني ما هوفنا عارفين ان هم حبيبك حبيب جوال ما لأبر مين دايما بيلعبك السروق اكتر احب بيديك سروق او الحياه مفيش لا 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 طبعا عربي وعمد شوال شواله لا لا عربي الناس اللي تحت المواجمين عربي وحمد أشرف اي حد بيديك وفادي اي حد بيديك في الحتة دي اي حد بيديك في الفرقة كلها اوه اولم انا بقولك الفرقة كلها طبعا وانت جايب انتقص من واليد المنصور اوه وعرف ان كان فيه جوم كتير من ادى المنصورة اوه وكان فيه مثلا على سبيل المثال كبت المرودة الشحاتة مثلا يعني هل حطت في دماغك وانت داخل ان كان في جم من البلد عندك جم ومسلوا النادي بيانوا اتقلقوا اه طبعا كان والدي بيكلمني وعمي برضو ان انا لازم افرق وابقى يعني قدوة للناس اللي موجودة في البلد عندي انا من قرية الدراكسة فما فيش حد تقريبا لعب نادي كبير فما بقى أنا قدوة للناس دي بتبقى حاجة كبيرة طبعا وتفرح والدي وعيلتي كلها بتبقى حاجة كبيرة جدا طبعا الفرحة في البيت بتبقى غير عادية يعني بس فالحمد لله كبير مكافئاته بعد العشر تجوان انا دايما بابايا لغاية النهاردة بيحفزني يعني موبايل جون حاجة كده طب وكابتن شرف بيديك مكافئاته طبعا كابتن شرف بيدينا على حفاية ودي طبعا الروح اللي مبينك ومبين المدرب دايما هي اللي بتبقى بتسوق الفريق للإنجازات اه طبعا كابتن شرف والله يعني مش عشان قاعد معايا أو معانا في الستوديو هنا عامل مجهود كبير جدا والله هو كابتن اسحاء وكابتن مصطفى بصراحة شغل كبير ثلاث سنين عاملين مجهود كبير جدا وطورنا كتير يعني مشان الواحد يقوله والله يعني اسأل اي حد في الفرقة هيقولك كابتن شرف وكابتن اسحاء وكابتن مصطفى شغل كبير جدا صراحة كل الشكر كل المجهود اللي بيبدل في قطاع ناشئين في النادي الاهلي تحت قيادة واستراتيجية واضحة بلجنة الكورة ودكتور عمر أبو المجد رئيس قطاع ناشئين في النادي الاهلي متل عمشوف دكتور عمر قال ايه نرجع ونكمل كلا الحمد لله ولو اننا السنة دي مش بصين لنتائج طبعا احنا عملين استراتيجية لسنتين في السنة الاولى بننظم كل القطاع والملاعب وخلافه ولكن الحمد لله من خلال هذا التنظيم فيه نتائج كويسة جدا وان شاء الله مع تدعيم الفرق السنة الجاية لقدر نعمل نتائج احسن ويمكن فرقة 2001 عمل طفرة كبيرة جدا وماشي زي الفرق الاول بالضبط يعني هم بينهم وبين التاني اللي هو الزمالك حوالي 22 نقطة وفضل ست باتشات لكن هم حسب البطولة وده ناتج عن النظام اللي موجود في الفرق الجهاز فني عالي جدا بقيادة الكابتن شرف ومعاونه فيه لعيبة ملتزمة فيه نظام في الفرق فاصبح هناك احتراف وانا شايف ان الفريق ده فيه على ال 7-8 يقدروا نلعبه في الفريق الاول ويقدروا يحتكوا ويحترفوا ونقدر نستفيد منه استفادة كويسة جدا ماتش النهاردة لو كنا كسبنا الماتشة ده كنا نسبة كبيرة جدا من حسب هذه البطولة ولكن احنا جبنا جون في الاول وكورة مدتناش يعني ضيعنا اهدافه لكن فريق الناس الزمال كادر يجيب جون في اخر 5 دقايق او 6 دقايق ودي الكورة يعني لكن احنا الفريق ده فريق مميز فريق بجهازه الفني بقيادة الكابتن تاب الحفني وعملين شغل كويس جدا ويطلعين يمكن دبي يوم 8 وحيلعبوا ماتشين قبل كده في الدوري وما زال هناك حوالي 5 ماتشات وزي ما قلت لحضرتك ان احنا بالقطاع مش بنبص للنتاج وان كان هذا الفريق متصدر حتى الان حتى بماتش النهاردة هو متصدر والاقرب للفوز بالبطولة ولكن انا شاف ان الفريق ده برضو مميز ما كانش يومهم خالص النهاردة حتى اللعيبة المميزة اللي فيه ما كانتش في الفورن النهاردة بالاضافة لان فيه فريق كواس جدا كمان مصاب اللي هو غريب ابن الكافل سيد غريب لعيب كواس جدا وهدف الفرعة يمكن مصاب وهو ما لعيبش برضو النهاردة فكل الظروف تجمعت ان احنا نتعادل او الزوالك نتعادل معنا في اخر خمس زهائر النهاردة كلام مهم جدا بيبرز ازاي بيفكر قطع ناشئين في النادي الاهلي مش بس في المرحلة الا راهنة ولكن في المستقبل ازاي يفضل يمد فرق النادي الاهلي وايضا الفريق الاول باللعيبة وهي الزخيرة الحية بالنسبة للنادي الاهلي كابتن شرف السنة دي كونت فريق قوي بيحقق ارقامها لعلى مستوى لكن في نفس الوقت كنت بتقدم كرة جميلة التوازن ده كنت ازاي بتقدر توفر والله احنا قسمنا الدور يعني قسمنا الدور مباريات في مباريات احنا محتاجين التراتة بنت وفي مباريات احنا محتاجين النهاردة نشغل عقلنا ونتمتع بالكورة وفي مباريات كانت محتاجة القوة والقلب والروح وكل الطرق ان انت هتطلع بالتراتة بنت ويمكن اعرابهم مطش المقصة اربعة واحد فالكالتو علقة محترم لكن الحمد لله قدرنا نكسب اربعة واحد في المقصة ويمكن ده المطش كي مباريات في البطولة توقيتها بتحس ان انت حتى كمدرب ان البطولة دي بتاعتك مطش المقصة من المطشر المهمة جدا مطش بترجيت بنكسب في الديئة 95 وحنا نتعليين واحد واحد روح الفانيلا الحمرى وروح اللعيبة ان انت بتكسب يعني موضوع الاهلي بلاس 90 حتى في النشئين موجودة عشان بس بس الناس ممكن تفتكر ان ده بيجي بالصدفة ده حاجة موجودة في النادي الاهلي من اول الفرق في قطاع النشئين حتى الفريق الاول موضوع الاهلي بلاس 90 انك تلعب لغضاية التسعين دي وطبعا كبت انشارف واحد من النجوم الكبر اللي مارسها وشافها هو لاعب وهو مدر هو طبعا يعني ديئة 90 دي لها سحر على النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي لان انت طبيعي انت متحمس يعني اللعب النادي الاهلي دايما بيقى متحمس طول ما هو متعادل هو بيبقى عايزك سبقي شكل لكن بيبان القدرات يعني فروق الفردية بين لعب النادي الاهلي واي لعب تاني ان هو تحت الضغط بيقدر يتصرف بشكل سليم احنا بنستفيد منها دايما في حتة التوقيت بتاع الجون ان دايما بيبقى العنصر البدني للفرق دايما بيبقى كرف النادي الاهلي بيبقى اعلى في اخر 10 داقة اخر ربع ساعة من المباريات سوى في الفرقة كبيرة او في النشيين بلاص عليم برضو امكانيات وقدرات مهرية للعيب بيقدر يخلص يعني شوفنا حمسلة كتيرة زي كتا عماد متعب يعني كنا من السنة ديئة 90 عشان عماد ليه جود فهو يعني هي الحمد لله بطولة السنة دي بطولة استثنائية لكن احنا حللنا بها من السنة اللي فاتت من نهاية السنة اللي فاتت واحنا بنخطط للبطولة الـ 25 العيب اللي كانوا موجودين هو فكر واحد وعقل واحد ويمكن المتوشل اللي حصل فيها تعدلات اللي هو خرجنا بره طريقة لعبنا طريقة لعب النادي الاهلي دايما استحواز وكرة معاك وكرة مش معاك يعني في حاجات كده احنا متفين عليها كفرقة 2001 اول ما بنتجر للاعب الفريق اللي قدامنا بنبقى وحشين حصل لنا في مطش المقاولين عملنا شرط اول ولا ارواع كزمية 2-0 الشرط التاني تعدلنا 2-2 وكان في ملعب المقاولين ورده من الحاجات اللي تفرح ان البطولة دي بيانت يعني ايه ان دي الاهلي ان لما فرقة تتعدل معاك ده تشوف الفرحة ويعني اك انهم خدوا البطولة مجرد التعادل معنا نسبالهم هم ولكن بالنسبالك انت التعادل انت فسرت نقطتين احنا مفيش يعني التعادل هزيمة بالنسبالنا ويمكن ده هو اللي ادينا الحمد لله بلا هزيمة السنة دي لكن الاربع متوشر التعادل يمكن عادنا كتير جدا نتكلم على السلبيات الحصط اللي خلتنا نتعادل هو يعني دايما لعيب النادي الاهلي عنده مشكلة حاجة واحدة بس ان انا بتجر اللعب الفرقة اللي قدابي حتى الفرق الاول فيه اوقات كتير بنقابل فرق بتدافع بتلعب على الهجمة المرتدة لما الاهلي يعني اللعب الكبار بتوعنا بيمشوا بالرتم بتاعهم مبقاش فيه مشكلة اول ما بنتجر لتخلي المطش فردي بين بقريت وطرف يمين او طرف شماء يعني بقيت خلاص واحد ضد واحد فطبعا هو متحمس ان هو مطش حياته مطش النادي العب ومطش اللي بيسوا بي نفسه ومطش النادي الاهلي فبالنسبالو بيبقى الموضوع بهذا الشكل عربي وانت لعيب في النادي الاهلي طبعا دور الاهل دور مهم خاصة انت مرحلة السماية عامة كنت جالك مكالمة الدرجة الاولى وانت فليسة طالع من الامتحاد زي بتقدر توظب على الامتحانات والمذاكرة في نفس الوقت ان انت تروح تركز في تمرين وطبعا يعني اولاي اللي يعرف يزبط من بين الاتنين الدراسة والكرة طبعا فانا على قد ما بقدر بحاول ان انا اصبط مبالهم وكذا فالحمدالله يعني مش بشكل كويس معاهم يعني مع الدراسة كرة القدم يعني في مشاكل ولا الدنيا مش مش شوية في الدراسة لكن كرة القدم الحمدالله لا ما احنا خلاص ما بنتكلمش على كرة القدم انا عايز اتكلم في ناحية المشاكل الدراسية انت ازاي بتقدر تتغلب عليه هل بتكلم كابتن شرف هل بتتأهلك بيتواصله مع كابتن شرف عشان ينصقوا الامر معه لا هو الدروس بتبقى مثلا يعني يوم اجازة اللي هو السبت لكن التمارين مش بشكل كويس لكن الدروس بتبقى السبت كده هو السبت طيب انت مين اكتر اللي بتحبه при الدرو؟ كابتن حسان وغالي طبعا طبعا كابتن حسان وغالي من اللي يبه شفت الجون اللي جابه في م JENNY م حى الطبعا اه طبعا كريستان ول سى جاب الجون الهesome بزيغ وكفاني كان من كامل manufacturer طب covani طب ايه اصعب مادة عندك في المدرسة كله كلس هههههه They say boundary 근 .... الا هل يخليك تعرفت ذاكر أم لا؟ لا يعني هي في الأجازة بس ما بناخد أجازة الموسم ساعتها بأسهر مثلا براحتي عربي بيكتابك كم عربي؟ لا عربي أنا مش من القائرة بقى منصورة تنسيت أو ليه؟ فأنت ما تلعبوش مع بعض لا لا ما بناخد أجازة الموسم بسافر بقى بلدي بسافر بقى بلدي تلعب بقى براحتي لكن دلوقتي لا طبعا ما فيه بيستيشن طب ازاي بتقدر تنفس السؤال اسأله لك ازاي بتقدر تركز في دراستك وفي نفس الوقت بتالي؟ نحن بنحاول طبعا صعبة صعبة شوان نلعب الكرة بيبقى مركز في الكرة أكتر وعنده طموح أكتر ونوح عايز يوصل لحاجة اه الدراسة تمام معها وكل حاجة بس تبقى صعبة شوية بس بنحاول يعني الحمد لله ماشين كويس طيب بالنسبة لأهلك هل بيتواصلوا مع كبتا شرف؟ لا لا في الحتة دي لا ما بيننا احنا لكن في الكرة ممكن او ممكن بيتواصلوا وقتا من بينك وما بينهم هل بيبقوا جايين عليك شوية في بعض النقط ان انت لازم تروح الدروس وانت في سنة عمال؟ اه طبعا لا انا في سنة سنة خلاص دخل على سنة عمال حادب يعلم؟ لا حدب طب تدحك ليه وقالت عشان مش فرقة طيب اه يا اصعب انت من نسبة كلهم طيب انا عايز سألكم ابتدي بيك يا عرف حلمك مع النادي القليء بمك توصل لي Harim طبعا نلعب درجه اولا من هده وكمل مسيرته إن شاء الله وإن شاء الله يعني عبقى أفرح بقو是我 أوامي طبعا وان شاء الله نفرح جاملين النادي القليء وأـإن شاء الله يبقى في النادي القليء فيtle فلسطين إن شاء الله إلا أنت اتحدى على جمهور النادي الاهلي جمهور النادي القليء بالنسب لك لما تشوفو كده في المدرجات تبقى حاسز بحيا يكمن بل 10 يعني ولما كنت في الملعب في مقشي بلاستيك وبتديت تحس ان فيه بقى جمهور بجد اه كان الملعب اولى امهور وكان فيه جمهور كتير الملعب مليان جمهور حسيته بينت وزمايلك وانا بسخن ايه بسخن كنت انا و احمد اشرف ففيه رهبة كده في الاول وانا بسخن وانا كانش عنده مشكلة اه لا مغربي نزل اول سبعا فكان فيه رهبة بالنزل اه في الاول اه فاول ما قلت الملعب فاول بوصة وكده وبقيت اللي انا اتكلم مع العبة عادي ما فيش اللي هو الخوف اللي كان في الاول فالحمد لله الامور اتسهلت في الملعب بالنسب لك اشيدي انت جمهور الناد الاهلي بقى بمثلك ايه حاجة كبيرة طبعا يعني بتخيل نفسي انا في الملعب كده و وناس بتشجعني حاجة كبيرة طبعا كفاءة بس فرحة والدتي و والدي و اهلي كلهم الناس بتهتف باسمي حاجة كبيرة جدا انت نفسك توصل ليه مع النادي الاهلي انا واخدها خطو خطو يعني في البداية كنت عايز ارعب في الفرق اساسي الحمد لله لعبت دلوقتي عندنا منتخض مصر ان شاء الله كم موجودوا من القاوم الاساس ان شاء الله بعد كده الدرجة الأولى ان شاء الله بس طبعا دي من الحاجات المهمة كبت انشرف موجودك كمدير فاني النادي الاهلي بيحط عليك بعض المهام الاخرى من ناحية نفسية و بكلم على لعيبة نادي الاهلي بحيبقوا في قريب العجل ان شاء الله لعيبة الدرجة اولى فبتعلمهم يعني ايه روح فللنا الحمرة يعني ايه مبادئ وقصص النادي الاهلي والامور دي بتديها لهم كجرعات في المحاضرات ولا ده بيبقى قاعدة في اول مسلم ان السؤال دوت ناس كتير بتسألهم لعيبة في النادي الاهلي بتتأسس ازاي على الامر ده والله او الامور الواضحة يعني من زي ما احنا تربينا هو فيه نظام انت ماشي عليه في النادي الاهلي وده مسهلي وممكن انا محظوظ جدا ان انا طبعا شغال في وسط منظومة رائعة ما فيش حاجة انت حتى بتبديحها او انت كل حاجة موجودة احنا بنقض مع بعض في بداية الموسم الليحة معروف التأخير الغيابات كل ما يختر على بالك ما بنخترع لهش خاص لا هو الخاصم موجود او الانذار موجود او الحاجة التربوية في كل موقف موجود انت حرك بتقصد يعني ان هيكلة قطاع النشئين والسيستم المحتورة من قبل المسؤولين مسهل عليك ان انت شغلتك في النية فقط بالزبط وما فيش حاجة بتختلف يعني الواحد مرة عليه موجودين قطاع نشئين كتير السيستم واحد لكن بيجي الله يرحمه كابتن احمد مهر ويبقى ليه طريقة معينة في الشغل بيجي بعده كابتن زيزو كابتن عام كل واحد بيكتهد دكتور عمر السنالي عامل هو كابتن خالد جد الله يعني طفرة كبيرة جدا معانا وحتى كمان كمدربين يعني فيه محاضرات لينا كل فترة بيبقى فيه اعداد مع بعض ونتكلم في كل حاجة فكورة كل دي يعني هو يعتبر الدورة اللي بتاخدها احنا موجودين بشكل دائم فيه الولادة عندنا الحمد لله يعني وصلوهم كل حاجة وصلوهم يعني ايه انا لعيف في النادي الاهل كلمة لعب دولي دي مش من فراغ ويمكن نتشوف امثلة كبيرة ولعيبة كتير قوي ما عندهوش الصفة الدولية دي الصفة الدولية دي بتيجي بتراكم خبرات وتجارب كبيرة التجارب اللي بنشوفها في الفرية الاول انت بتشوفها في النشيد هي هي بنفس المرضود اللي بيغلط بيتعاقد ما بيلعبش بيتحرم بيستبعد كل حاجة موجودة وبرضو الناحية الايجابية انت بتأدي في احنا في ظهرك بتاخد مكافئات بتاخد كل اللي انت عايزه بدليل ان هم النهاردة ما شاء الله قاعدين في قناة النادي الاهل اللي بيشوفها ملايين في العالم كله بيشوفهم نجوم قاعدة في النادي الاهل خامة وعدة للفرية الاول يمكن 2001 يعني مش اقل ان شاء الله بإذن الله من عشرين لعيب حيلعبوا دوري بمتاز الكوام الأكبر ان شاء الله حيبقى في الفرية الاول ويمكن دي خطة حطنها طبعا الادارة ويمكن اول واحد بارك لي بعد البطولة وانا في الاوتوبيس واحنا راجعين من ودي دجلة دكتور عمرا بن مجل بعدين كات سادة وحفيز وانا لسه في الاوتوبيس يعني احنا لسه مرجعناش حتى النادي ده يبين لك قد ايه النادي الاهل بيهتم بالكنزة بتاعه وفيه تواصل بالزبط يعني فيه تواصل واللنك مهم جدا ما بين يعني مدير الكورة بالفرية الاول نبيل قال كابتن سادة عب حفيز وما بين فرقة 2001 محمد انت عارف المشاهر غير كابتن سادة قد ايه طبعا والضغوط اللي عليه قد ايه هموم فرقة كبيرة ان هو فرقة وعدة ان هو اصعب الشغلانات في كرة القدم مدير الكورة بن الله طبعا انت طبعا حضرتك يعني كان لك خبرة في الدرجة القولة كبيرة وشفت قد ايه المسئوليات واللعب ان انت تتولى مسئولية فريق كامل فان هو يبقى في تواصل معاك ودي حاجة على اعلى مستوى ده بيبين الاستراتيجية او التفكير رواصل لفين ان انتو هدف مهم جدا بالنسبة لتفكيره طبعا انت تنوحك يا كابتن غير تصدير اللعيبة لنادي الاهلي تنوحك مع النادي الاهلي وصل ليه تنوحك الشخص طبعا حلمي طبعا لأي حد ان هو يشترى طبعا فريق او ده حلم مشروع لأي بني ادم وخصوصا احنا كأولاد النادي الاهلي ترمينا في النادي الاهلي حلمي طبعا ان انا اشترى المحطة بتاعتي تكون النادي الاهلي والنادي الاهلي برضو يعني المكان اللي انت في ده لي طب هل مبسوطة كابتن ان القيادة الفنية في النادي الاهلي في الواحد من ابنائه محقق القام بسم الله ما شاء الله على اعلى مستوى زي كابتن حسن البدري طبعا ده رد كبير جدا على يعني عقدة الخواجر اللي احنا كنا بنسمحها كتير مرضوط كابتن حسن لا يقل عن اي ما احترامي كل مداربين الاجانب وانا اتمرنت مع مداربين اجانب كتير لكن انت زي ما قلت في الاول هي ارقام كابتن حسن بيحطم كل الارقام للمسم اثنان دي مش من فراغ نتكلم فنيا تفرج على شكل وطريقة والاسلوب النادي الاهلي من اعلى ما يكون سواء فنيا التزام جوه الملعب وصعب جدا انت تحط التزام فني لنجوم دي مش بالساهل فكابتن حسن الحمد للقاء ربنا يكرمه هو مسأل لكل المداربين وحلم طبعا لكل مدارب ان انا بشوف مين الناجح ونفسه بقى زيه كابتن حسن قدوة طبعا وتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون الخطوة لي مع المنتخب ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق طبعا المنتخب ربنا يوفق كاتر عفسان بدري عنده مهم في المنتهى المنتهى الصعوبة طولة افريقيا وايضا الدوري المنتهى سوكاس مصر وحسم طولة الدوري لكن نتكلم على ما هو قادر مشالي بتتابع اكيد اخبار منتخب مصر اه طبعا مين اللعيبة اللي تحبهم جدا في المنتخب مصر محمد صلاح طبعا رقب واحد طبعا لعبة كل بحبها طبعا والنني لعبة كل بحبها بس في حمد صلاح يعني عشان في مركزي شوية فأقرب ليه يعني طبعا عرب انت بتحب من اكتر لعبة المنتخب اه بحب محمد النني محمد النني شان ورايب برده من المركز كويس بسير في الملعب ومس بس بتاعه العيل فلعب راجل في الملعب من أكثر لعيب عربي بتحب تشوفه عشان تتابع كل حاجة وبعملها عايز تعملها زي هل هو أحسن غالي؟ بحبه حسن غالي كابتن حسن غالي طبعا بحب بوب بوب العيل جميل جدا بس مش رو تحظه لسه في مشاسة لسه ولسه صغير برضه مش كبير لسه قدامه كاس عالم السنة دي هيظهر بشكل كويس اكيد هل تتوقع مصر تعمل في كاس العالم السنة؟ أكيد إن شاء الله ستعدد دور التنهيدي إن شاء الله إن شاء الله يظهروا بشكل كويس في كاس العالم وإنت شد؟ إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أنهم يعدوا دور الأولاني دا إن شاء الله عندنا أمل كبير إن شاء الله عندك أمل كبير؟ طبعا يعني شايف أن نحن قد سوارز وكمل إن شاء الله نعمل حاجة بإذن الله ورأيك أن المستوى اللي احنا قدمناه قدام بورتغال لا يأهلنا أن نحن لو بالمستوى دا طبعا هنقدر نعد هنقدر نوصل لحتة كويسة في كاس العالم يا مساء الحال بإذن الله طبعا دي نهاية فقرتنا الأولى مع نجوم فريق الألفين واحد شباب نادي الأهلي الأبطال أبطال وحدين بطولة مهمة جدا أرقامهم يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا حاجة تفرح وتشرح القلب إن فيه نجوم صعيدة في سماء الكرة المصرية مش بس في النادي الأهلي بهذا المستوى طبعا في نهاية فقرتنا أنا بشكر كابتن مصر نادي الأهلي كابتن محمد شرف ودايما بتشرف بوجود حارتك معي أولاد أبنا خلي كابتن محمد سعيد باستضافة جميلة وإن أنا شفت حضرتك وبعدين يعني فيه حاجة حارتة كلتها بصراحة دي لازم أقف عندها يعني حتى كاتبها وحطت عليها علامة كابتن شرف يتكلم على حد من لعبته يقول أنا تعلمت منه وهنا بيبين المدير الفني وقمته وهي دي أخلاق نادي الأهلي إن دايما الكل بيتعلم من الكل وروح الفريق هي دايما السائدة أيضا بحب أرحب وببارك له نجمة الصعادين كابتن شادي كوتر نورا كابتن شادي شو يا كابتن بنورك وحبب بس أقول كلمة صغيرة قبل ما أتخلص بحبب أشكر والدتي ووالدي وعائلتي واختي واخوية وعمي عمي لأنه تعب معي جدا هو اللي كان بيجي معي بابا والدي مسافر طبعا فهو اللي كان بيجي معي دايما فحبب أشكره جدا اشتغل معي وعمل حاجات معي كتير جدا مش قدر أقولها وإحنا كمان بنشكره وبنشكر كل العيل عنه كابتن عربي شرفتنا بنكر لك كابتن حبيبا كابتن فروق طبعا بشكر المانتو بابا طبعا بشكر صحاب اللي أم تعبوا معي بشكر عمر حجاج وحمادة ومغربي وكل الجزاوي يسف الجزاوي دول بقى مضينا معي كل أم وصلات في التور وبشكر طبعا أخواتي اللي تعبوا معي طبعا دايما يعني الشكر ووصول لكل الجميع لسه نكملين مع حضراتكو بعد الفاصل قوعة تروح بعيد عشان نديل أهل الحديد أهلا بكم الجديد لمشاهدينا ونكمل كلامنا وفقرتنا مع أبطال أبطال فريق 2001 أبطال بطولة الجمهورية لـ 2001 في قطاع النشئين هذا الموسم وأرقام ما لهاش مثيل أفضل فريق في الهجوم أفضل عدد النقاط أقل فريق استقبل أهداف حاجات تشرح القلب وفرقة فعلا إن شاء الله الكل يتنبأ لها بمستقبل واعد جدا جدا في سماء الكرة المصرية بنضم إلي ضيوفنا أقل كبار كابتن مصر طبعا كابتن نادي الأهلي كابتن مصطفى فتحي مدرب حراس المرمى بفريق 2001 مساخرة بكبات المرمى سهلا لكابتن محمد كابتن نادي الأهلي كابتن إسحاق أول 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 جنورك كابتان سعادة النمو حضرتك النهار ده عند بيتك وده مكانك وانتوا أبطال كابتان مصطفى ابتدي مع حضرتك فرقة بتلعب سيزون من غير هزيمة ثلاث حراس على أعلى ومستوى ما شاء الله عشرين هدف فقط مجهود كبير جدا في هذا الفريق من ناحية الفنية ومن ناحية الهيكلية من كل النواح طبعا الحمد لله رب العالمين دايما كابتان فاروق أنت عارف فإحنا في بداية السنوات تحط الهدف من السنة أنت عاست وصل لإيه السنة دي فالكلام ده مش بنقول عشان احنا أخذنا البطولة يعني أقسم بالله ده حصل احنا عادنا وكان هدفنا أكتر من ناحنا نأخذ البطولة رقم واحد إن احنا ننهي قبلها بشكل محترم بكم أسبوع رقم اثنين إن احنا يبقى قوام المنتخب الرئيسي لفرقة الـ 2001 يبقى من نادي الأهلي رقم ثلاثة إن أكبر عدد ممكن ممكن يبقى مؤهل للتصعيد للفرقة الأول فدي الأهداف اللي كنا بنشغل عليها من أول من قبل ما نطلع المواسكر من قبل ما كنا بنقعد أنا وكابتان سحاء وكابتان شرف كنا بنقعد جلسات تأهلية كده قبل بداية الموسم بنحط البرنامج بتاعنا نشوف الدنيا هتمشي إزاي فالأهداف نشينا بيها طبعاً بيبقى معاك لازم أدواتك بتنفروا انت عارف يعني أدوات يبقى أنت معاك خامات كويسة معاك لعبة رجالة بكل ما تحملها الكلمة من معنى رجالة في الملعب رجالة برا الملعب في التزامهم في أداءهم في سلوكهم في تعاملهم مع بعض حبهم لبعض انقر الزات العوامل دي تنجح أي حد يعني عندك موجود لعيبة بالكيفية دي مش مهم كم مكان مش مهم بيبقى عندي ثلاثين أربعين لعيب إنما لما عندي خمستاشر تمنتاشر لعيب رجالة قوام فريق قوام محترم والله ما بتفرق يعني النهاردة عمر تصب فماتش مع التسعة وتسعين ربناش فيه جبجون وكان هايل يعني معهم ربنا يكرموا ما فيش قلق فيه البديل الجاهز في اللعيب الكفء اللي موجود عمر نفسه هيقول حضرتك هو بيحارب قد إيه على الرغم أنه من أفضل اللعيبة مش أقول في نادي الأهلي في مصر في مكانه بيحارب قد إيه عشان يقدر يوجد نفسه مكان في وسط المجموع فلما بنقدر نوصل دي إن أنا كن عندي ثلاث حراس ما فيش حد سؤل الأسف لأفضل محدش بيلي ودريعي اللي بيتمرن كويس وراجل هيشتغك عندي في كل مركز اتنين لعيبة ثلاث لعيبة قدرين إن هما يحلوا أي موقف مجموعة ودلوقتي كنت حتى نفس الأمر مشابه في الفريق الأول ما بقاش في حاجة اسمها أنا حارف رقم كام مصمت فيه إن أنا هتمرن كويس ستاهد أم موجود وده اللي شايفين من محمد الشيناوي طبعا يعني إذا كنت أنا بتكلم أحضرتك في محمد الشيناوي لما بالذات لملاهب موتش البرتغال لا مش حارس مرمى أول مرة يلعب في الدولة لا مستحيل يعني اللي بنقول عليه بقى الشخصية النادي الأهلي السمات الشخصية السبات المفعالي بيلعب موتش كأنه بيلعب موتش في الدولة العام هيا دي قدام مين قدام قدام يعني هو بطل أوروبا البرتغال يعني الناس كانت بتكلم لا البرتغال ده بطل أوروبا كريسيان والنهاردة بفون يعني ربنا كون صدق نقول حدك حاجة لو فكر رحزة هو بيلعب قدام مين مش هيبقى صح مش هيبقى كويس زي ما احنا بنكلم أولادنا دايما هو موتش طلاتة بونت عندي شغل اللي احنا متفقين عليه اللي هيحصل هننفذوا على أي فرقة احنا ما عندناش حاجة احنا نسمح الفرقة بتلعب قدامنا اي احنا نلعب ازاي لا اي فرقة هي المفروض اللي بتلعب على النادي الأهلي هي المفروض اللي بتلعب من على النادي الأهلي هي المفروض اللي بتلعب زون ديفينس على النادي الأهلي احنا ما بنحسبهاش احنا اللعب الزمارك او اللعب انبي وبقى لازم هنلعب بطريقة مختلفة عمر واحد من اللجوم الفريق وماشاء الله جاء بالسنة دي كم هدا؟ جاء بـ 12 انت جاء من اين السنة عمرين؟ انا كنت بلعب في بني عبيد من انا عمد 12 سنة بني عبيد؟ بني عبيد ومارك الشباب بني عبيد؟ لا هو نادي نادي بني عبيد رحت انا عمد 12 سنة لعبتي سنتين وبعدين كان جاي لكزا عرض وبعدين بني عبيد عمد ماتش ودي مع النادي للمويدا 2001 ولعبتي الماتش والحمد لله زارت بمستوى كويس يعني وربنا كرامني وكابتين ياسر محمدين والكابتين احمد جمان كبتين مساعد بتاعه انت eigصلا اهلوي؟ اههلوي لا الي لك والبلد كلها اهلوي نحن عرفيني البلد كلفين عودة اهلوي نذيها اللي عارفينها لكن ن Burns lek descubiãoيك انتوا صغري لا لا أنا هلوي من صغري أنا هلوي بس ربنا كرامني في الماتش الاعد والكابتين ياسر قال لي تعالي بعد يومين اتمر مع الفراء تمينة اتمرنت كويس يعني وبعدين ظهرت بقى مع الفراء واتمرنت بتلعب أنت في أي مركز في الملعب؟ أنا بقى لعب طرف يمين وطرف الشمال وتحت الفرق أحيانا بقى كابتن شرف هو اللي يدورني في الملعب وجبت كم جون؟ جاب 12 وجاب جون الموات شرفات مع التسعة مع التسعة تسعة؟ أه بتبقى مبسوط لما بتتلعب في فرق أكبر منه؟ طبعاً يعني ده بتبقى حاجة كويسة لأن فرق أكبر منه عايزين نلعب معه واحتكاك ويأخذ خبرة يعني ودي من الحاجات المهمة اللي بتعبر عن شخصيتنا دلالي كابتن سحق السنة دي رتبتوا كويس قوي وعملين برنامج ما شاء الله جامل جداً هل كنتوا متوقعين النتائج تبقى بالشكل ده؟ أعتقد نها فقط كمان الترتيبات بتاعتكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً الحمد لله دي فضل من ربنا أحلى زي ما كابتن مصطفى علت احنا عادنا رتبنا إيه اللي احنا أعزينه طيما واحد عنده هدف محدد أحدافه واحد اثنين ثلاثة فبيشتجل عليها يعمل عليه والباقي يعلى الله احنا اشتجلنا حسب أحداف اللي احنا حطينا نقطة اللي حطينا واحد اثنين ثلاثة اشتجلنا عليهم وربنا كرمنا وصلنا اللي احنا أعزينه فعلاً احنا كنا نتوقع كده كنتوا متوقعين انتوا تعملوا الأرقام الجامدة جداً بالشكل ده اه فعلاً كنا نتوقع ان شاء الله نقول من أحدافنا نخلص الدوري قبل ما ينتهي بأسابين لكن مش عارفين كم يكون كم أسبوع نعم وأسبوع أسبوع ربنا كرمنا قدنا قبلها بستة أسابين نعم حاجة كويسة الحمد لله ودي كان بالنسبة لكو ايه أصعب المحطات يا كابتن أصحى والله كان بداية بداية الموسم ان تعرف تعمل أساس كويس جداً الفريق عشان تبني الشجل اللي انت أستعملها عليه فدال ده أصعب محطة لما تعدل مرحلة بداية دي بتاع البداية الموسم خلاص انت اي شجل تحطه هيستقبل زي البناء لما تجي تبني تعمل أساس كويس هتحط بأدور اللي انت عايز تحطها هتعمل اي شكل عايز تعمله فيستحمل فالحمد لله بني اعملنا أساس كويس بناء على ده كاملنا الشغل وربنا كرمنا بخامات كويسة زي ما كابتن مستفى قال خامات كويسة لائبة محترمة شكسيات سمات شكسيات فائلة بتاع النادي الأهلي لما تقولهم واحد اثنين ثلاثة بيحاول ينفذوه كما انت بتطلب منه زيهم زي المحترفين ده اللي احنا بنحاول نوجيهم ايش حياتك كان محترف ما تبص ان انت نشئي النادي الأهلي وتبص على مثلا فرقة لفوقيك او اللي تحديك لا انت حت هدفك فوق كل ده اول حاجة تبص عليها فريل اول بعد كده احتراف ان ده احنا في القلم الاحتراف ومش بقيدة كنت ساعة انت كنت في نيجيريا بتلاعب في نيدي ايه وجدت في نادي نادي اليونايتد نادي اليونايتد وكذلك بدايتك فان؟ هنا في مصر؟ لا في ناجيريا نادي اسمه نيو بي نيو بي هل في ناجيريا حتى لو تكلمنا عن شوتينج ستارز وال ينوغو رينجرز والأغاء الاندية الكبيرة هل في حد قريب من طبيعة الناشئين وقطع الناشئين في نادي الأهلي؟ شفتها في حتة.. لا 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 مش موجود لأحنا اصلا في ناجيريا موضوع الناشئين ده مش موجود هم فيه فريق الشباب ده اهتمامهم بيبدأ مش فريق الشباب بعد كده فريق الأول طب هل فيه تواصل ما بينك وما بين قطع نشئين في النادي أو حتى في الفريق الأول أنك ممكن تشوف مثلا موهبة كبيرة زي ما كلنا مثلا احنا جيبنا جونير عجيو واحد من اللعبة الجميلة جدا ولكن احنا جيبين جونير عجيو وهو جاي من النجم من الصفاقسي هل فيه لعبة انت شايف ممكن ترشحها النادي الأهلي والله ده كان فيه فترة من فترات أنا عدت مع كابتن زيزو من فترة القبل دي كلمنا معاه في الموضوع زي كده قالت ان شاء الله ديني وقت ممكن نجي نتفي نعمل ايه فقبل ما يحصل هاجه هو راح طلق بقى مشرف عكورة وعطاها فبعد عندنا فهم مشروع مشروع ما تمش كابتن سيد على طول معاك وكابتن زيزو على طول يعني موجود معاك وفي التواصل يعني أكيد الكونكشن شايد لا موجودة أنا بالنسبالي لكن أنا عايز لما يبقى موجودة لأفتاحه مبسوط الناجئي راح منتخب نجيريا اه طبعا والحمد لله من الناس أنا تكلمت عليه كمان هناك هم عارفين هم عارفين هم عارفين لا في لحدهم من المسؤولين بيدا فني عشان انت عارف نجيريا كمية محترفين كثير اه كثير جدا فعشان ممكن هم عارفينك ممكن مش يبقى فيه فوكس عليك لكن لما واحد يكلملك مرة واثنين يحطه في الصورة دي حاجة عايز اتكلم معاك عمر النادي الاهلي لما دخلت جوا النادي الاهلي وابتديت تلعب بقميص النادي الاهلي فرقت معاك في شخصيتك؟ ايوه طبعا كنت ببناء بيت كان حلمي ان انا ادخل بس النادي الاهلي فلما تعيبت ودست على نفس دخلت النادي الاهلي وابعت لعب او جزء من النادي الاهلي ده كانت حاجة كبيرة او يعني وكانت حلم يعني طب مين اكتر لعب تحب من درجة الاولى كابتن ويد سليمية كابتن ويد سليمية كابتن ويد سليمية وانت اشفر زي؟ اوه اشفر اوه بيقلدوا بيحاول يقلدوا طب انت داخل بالعكاز اخلا ايه اللي حصل المهارك مفيش انا ماتش يوم الحد اللي فات كان مع 99 بعد مقصة في مقصة فاول خمس دقائف المتش جال لي يشد في رجلي فكنا خسرين واحد سفر خلفية او لا لا امانشاء الامامية مع الضم امانشاء الامامية ده اوه كنا خسرين واحد سفر فمرديتش اطلعول تعدوس على نفس عشان الفرقة وكده والحمد لله ربنا كرمنا كسبنا اربعة ويبتجون وعملتجونين يبتجون ده يميل اقل بشمال لا بشمال بشمال وليد سليمان لعب جميل جدا هو اولا لعبه كويس قوي ولعبه جميل وطبعا اي حد يتمنى يبقى زيه وغير كده الروح بتاعته والاسرار بتاعته وهي المخليرة في المكانة دي نعم روحه واسراره انه يكسب والعزيمة بتاعته انه بقى كويس دي نمرة واحد عنده وانتشايف ان شخصية وليد سليمان بجانب موهبه هي اللي حطته في المكانة دي طبعا شخصيته وشخصية النادي الاالي والروح زي ما اولتاك روحه واسراره بتاعته هي النمرة واحد عنده كابت النصطفى ما شاء الله كنت حركت يعني اتشرفت ان انا طلعت معاك قبل كده وكان معاك الحراس واثنين صراحة على اعلى مستوى وايضا معاهم حارس تالت ازاي قدرت تشكل ما بينهم تنافس على حراس المرمى وفي نفس الوقت انك بتأسس حارس هيبقى في المستقبل حارس النملاح تمام زي ما قلت حداك احنا في البداية لما قعدنا حطنا النقاط اللي احنا نبتد نشتغلها اهم النقاط اللي بنشغلها نقاط الضعف نطور الحاجات القوية اللي عنده الولد وبنعمله زي تفصيل الجانب المهاري المهارات حراسة المرمى نفصل المهارات مسك الكرة في مستوى الرأس مسك الكرة في مستوى الارض ارتماعات الارضية يمين ارتماع ونبتد نشوف الولد نفند المهارات بتاعته ونحط ايدينا او مثلا اخرج الكرة بالله للعكسية فيها مشكلة في الحتة الفرانية بالنسبة لفلان نحط تحتها خلاص نحطها في ثبوت ونبتدي خلاص دي هنشتغلها في الجانب المهاري في الجانب الخططي الولد ده في الانفرضات اخبره ايه الكرة العرضية اخبرها ايه الخروج خلف المدافعين توقيتاته سليمة ولا توقيتاته الارسالات لسه الله ينمر على حضرتك زي ما حضرتك بزبط الارسالات بتاعته سواء من اعلى او من اسفل او متحركة في جزء من الملعب واحنا الكابتن شرف وكابتن اسحاق بيبقى نظوم اسرار رهيب يعني كابتن اسحاق يعني مش عايز ولك بيعمل معي يعني اني اغنا جزء كبير جدا الحمد لله ولدنا موجودين في كل عرف او من حرسك يسيري 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 هو رحيز الذي نعرفه هو بيتر رفاي بس بيتر رفاي و باسم نعم لاحق جميل يعني من نعرفش حتى او من اسحاق في نجيريا عشان تعطي ازاي من في نجيريا جود جول كيبر لا جول كيبر جون اللي كان خطبط أولمبياد ايوه 96 96 اسمه جوسف دوسو هو حاليا هو مدارب خراس في المتحب لا جول كيبر لأ رفاي لا كابتان اسحاق وانت كنت موجود في الاهل كان فيه كابتان شوبر كابتان حدري ايوه طبعا احنا احنا بناعتمد يعني احنا جبنا جوان كتير جدا من الهجمات المرتدة من حمزة وعاصم لما جلعبوا بيقدروا يوصلوا بشكل جيد داية الهجمات للأمانة انا برضو لما جينا حطينا النقاط نشتغل عليها كانوا هم في دي واغدين النقاط القوية مش الضعيفة بأمانة يعني من الجوانب اللي كانت محتاجة تطوير فقط امتى ابتدي وحسب نظام الفرقة اللي بتالب قصدنا الفرقة القصدنا دي بتلعب زون يعني ماخرد نفسهم ورق خلاص الهجمة مرتدة مالهاش لازمة بلازمة محضر لا الناس ضغطة وفيه هجمة مرتدة ابتدي ألعب والمناطق اللي ألعب فيها في الملعب فيه فعندنا ولادنا بلعبوا برجلهم كويس جدا مميزين فيها لما بدأنا نشتغل هكام دا كنتم فاروق قدرنا نطور في النقاط دي الكمال اللي هو واحد إنما قدرنا نوصل إنه عندك جوان تقدر تعالهم جوان محترم أكتر حاجة تعبتنا مش بقى نسبنا من الكرة أشرف أنا آسف أنا بتنسان مش يعني بنساه الولد محمد أنا يعني حطينه في جنبل إنه محتاج لسه زي موقع حضرارك الحلقة اللي فاتت شو محمد محتاج شغل كتير يبتدي يظهر الشغل عليه السنة الجاية نعم السنة دي إحنا فيه نواقص كتير بنكملها إنما هو خامة جيدة جدا مطيع جدا عايز أوي وهو من دومياط والولد ده يعني على المستوى الشخصي كمان شخصية جميلة فإن شاء الله يبقى حاجة كويس بإذن الله إن شاء الله يكون أضافة بيرجل بإذن الله إيه أحلى جون جبت السنة دي عم موتش لأسيوتي موتش لأسيوتي جبت جون جون من برد 18 كده عمتب بسنج في البعيدة من برد زي محمد صلاح الأطرية محمد صلاح ومسي وأجمل مفجوني إن كان الموتش معاق معاق شهدين وكسبنا 2-0 الحمد لله جبتوا جونين بالنسبة لك إيه أصعب موتش كنت حاسس إن الموتش بعيدة عنك شوية ولكن قدرت إن أنتو ضايروا النتيجة والله إيوة إحنا بناخد كل موتش بموتش ما بناشو موتشات صعبة إحنا ما بنفرد شخصية إن أدي الأهلي في الملعب خلاص نعرف أني ماشي ملعب حتى أنت بتلعب الزمالك وإسماعيلي بتلعب المقصة وإمبي ما حسيتش من الموتش صعبة إحنا بنمشي في سيسم معين كان بقى الفرق اللي أصد معاق إحنا بنمشي بطريقة لعبنا وغربنا بكريم نعني وبنكسف مثلا كنت أنا راجع من أصابة وفرما كانت بعيدة عني وبتالي بس في الموتش صحابي يعني كل واحد بيشيري التاني عندناش مثلا صاحبك أو زميلك اللي في الملعب ده مش في الفرما مثلا لا خلاص أبعد عنه لا أنت بتشيره كلنا بتشيره بعض يعني بتحسوا دايومه ولا مش يومه فبتقدر أنت تبقى جنبه يعني كلنا بتشير ببافعوا كلكم طبعا ومازم نمرا واحد نص السيزن لما أنتو بتعديدت بفرقه ومازم آخر السيزن لما أنتو خلاص خدتوا بطورة لا طبعا هو كلامه من أول موسم عند آخر ماتش في الموسم هو أيب كلامه واحد أنا لنها لعبوك العادي وبإذن الله أي فرقة تجاوصدنا أنت النادي الأهلي تفرض شخصيتك في الملعب وبإذن الله نكسر وكلامه من أول موسم عند دلوقتي ما فيش حاجة كلامه واحد والعند آخر ماتش في الموسم برضو كلامه واحد كابتن سحق زي كنت بتخش المتشاط الكبيرة بالنسبة لك أنت عندك منافسة في خطاع النشئين أكبر شوية إلى حد ما طبعا موجود موجود مالك ده منافس قوي منافس قوي مقصة وأيضا وجود المقاولين العرب فمنافسة عندك وإنت عندك خمس ماتشاط على أعلى مسته يقدرتوا تكسبوهم إزاي والله زي ما قلنا من أول إحنا كل ماتش كما حطينا السيستم بنمشي عليه فماتش اللي جاي هو لقدامنا ما بنبصش لبعض مثلا أسبوع ده عندنا مصري فكل تفكيرنا على فريق المصري بيلقابوا إزاي نقاط الضعف اللي عندهم نقاط القوة اللي عندهم نعمل إيه كل ده اللي احنا بنفكر فيه قبل المباراة ونشتغل عليها يومين ثلاثة في الملعب عملي نشتغل هنا نعمل كذا هنا نقاط دقيقة كذا ممكن بداية الماج تكون بشكل فلاني بعد خمس دايق عشر دايق هنغير فلاني يروح مكان كل حاجات دي سيناريوات بنعملها ونجد نطبعها في الملعب فالحمد لله أولاد مساعدنا فيها إن عندهم استعاب عالي جدا أي حاجة بنقول لهم بيحاول ينفذوها لما ننزل الملعب يطبقوها حتى لو في بعد الأخطاء نقضنا صحة فييجي خلاص هو عارف الفكر اللي احنا أعزينه فده بيسهلنا أمور كلها في المتشات الحيطة المتشات التقيلة هم منافسين بتوقعنا لكن لما ننزل أرض الملعب ما يبقاش في قوة توقف قدامنا إن أولاد وصل للمرحلة بينفذو بيطبقو فمش فارل من لقدامه ودي أهم حاجة الاستعداد الجيد هو اللي بيؤدي للنتيجة اللي جاملة عندنا تقرير مع كابتن تامر حفني المهير فني لفريق الفين واثنين نشوف كابتن تامر نرجع نكمل بشكر اللعيبة بتاعتي كانوا رجالة يمكن زي ما حدا قلت جات خطأ كده اللعيب بيطلع كورا عالتمنتاشر فجات جات جونه يمكن ضيعنا شوط تاني جون كتيرة لكن المنبورة فمجمالها كويس والحمد لله احنا باردو الليسة الاول والولاد عملوا عليهم وانا بشكرهم طبعا خلال غنات النادي وان شاء الله احنا باردو ممكن نزمالي كان مريح الاسبوع ده احنا كان عندنا ماتش زم حدك عارف من ثلاثة يام مع الجيش وعندنا جمان ثلاثة يام باردو ماتش امبي فباردو احنا جدل بتاعنا مش خدمنا شوية مطبط ما عندنا ش فتاة طرعا كتيرة لكن الحمد لله الولاد قدوا وانا باردو شغلين كويس يمكن التمركز بتاعهم كويس ممكن حضرك بتشوف في التمرينات شغلين بسيستم كويس مع الولاد حافظوا الدين يا ماشا ازاي لكن طبعا كل ده تعب يعني برضه عزش وكابتن سامر عبدالرحمن هو صعب الفضل في الشغل ده كله انا جاي بكمل شغل كابتن سامر ويمكن السنة فاته برضه الفيرة دي عملت مجود كويس سنة فاته ومعاملت نتائج كويس والسنة دي احنا بنكمل شغل وبعض وطبعا ربنا يكرم ان شاء الله وتبقى البطولة من نصيبنا ان شاء الله ربنا السؤال طبعا بطولة خوية جدا ممكن انت عارف وعندي لعيبة غاردة مصابة ممكن ان جلال نهاردة مصابة وعندي طبعا غريب متعور بقى واربع مدار رابع ماتش رابع مجلعبش معايا طبعا ربنا يكرم ان شاء الله واللعيبة المصابة ترجع والأداء يبقى أحسن ان شاء الله في البطولة هناك وحذاك عارف ان البطولة جامدة جدا وإحنا مشوهدي راحة زم حذاك عارف فلح هنطلع من هنا الرايح يموت يوم واحد هناك في دبي ونلعب على طول ماتش ان شاء الله كابتن تامر حفني نلعيب جامد جدا وماشاء الله مدرب من المدربين الأقوياء صراحة مع فرقة محترمة واللو ضرب بصمة كبيرة كبير جدا في قطع نشعين بالنادي الآل اتمنى له دايما التوفيق كابتن مصطفى ماتش دجلة تعادلته وخدته البطولة ولكن كان فيه يعني أمور كابتن شرف كان عايز ينزل يأكل للولاد والله احنا هو الماتش ده عموما ان يوادي دجلة فرقة محترمة واحنا ملعبنا ملعب وملاك كمان فيه مشكلة أولا انه انجلس ناعم وبعدين الملعب دخل جوا جدا يكاد يكون مفيش جوانب للملعب يعني نعم مضايقين جدا جدا يعني الملعب صعب جدا الماتش الحمد لله اتعادلنا 3-3 فقلت له الحمد لله احنا قديم صراحة مش مبسوطين يعني المهم ازا مالك اتغلق تقريبا من الانتاج فاحنا خلاص خدنا الدورة رسمية يعني وشرف مش ممكن مش راضي يفرح مش عازف تها مش هيموت احنا لا مش مش عازف احتفل اعرف انت عندك حاجة عرفها كويس حافزها وحاجة اللي انت عايز تطلقها منها مش عارف توصل لها وانت مش شاف ان فيه صعوبة انت تطلع حاجة اوزة دي فده اللي خنقوا في الماتش ده طبعا فيه بعد اللعيبة كتير في اليوم ده ما كانوش حالاتهم الاعدية فده خلال شكل ما كانش موجود فخرجوا السيستم بتاع اللاقة بتاعنا تجرينا اللاقة بتاع فريق الدجلع فده اللي خلى لكابتن شرف زعلان منها امر كابتن شرف ما احتفلش معاكم لا اصلا بعد احتفل معنا في الاخر بعد اخلص احنا اصلا كلعيبة زعلانين ان احنا اتعدلنا طبعا الدور احنا خدنا الحمد لله بس طبعا فوز ده حاجة تانية وده بعد المتش كابتن شرف جالنا وقال لي فراح وعادي وابتا بعدين بقى افرحنا بعد المتش وفرحنا مع كابتن اسحايا وكابتن مصطفى وجاهز كله امر انا عايزك تكلمني عن طموحة معنا دلائه طبعا يعني احنا الحمد لله قدنا الدور في ريئتنا وفي منطقة مصر بيزن الله عمل حاجة كويسة بقومة اساسة في المنتخب وطبعا الدرجة الاولى حلم بالنسبة لي يعني حلم ام وابوية يعني بتتبع الفريق الاول اه طبعا بشكل اساس نفسك تلعب معهم نفسي طبعا ومنيتي حاسس انها قريبة اه قريبة 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 ولم شفت زمالك لعبه حسيت طبعا ديب تديني ان انا حافز من جواه ان انا دوس على نفسي في التمين ويبع عندي عزيم ان انا اطلع فريق اول بيزن الله قريبة حابب ان الجمهور يرجع مرة تانية طبعا انشان الدور المصري بقى لشكل كويس يعني ربنا وفاقك عمر انت شخصية جميلة وكل زمالك صراحة شخصيات جميلة ودائما كده تبقوا مفرحين كده مصطفى بتوقع الجمهور النادي الاهلي بقى في الجان والله بالنسبة لقطع الناشئين بوعدهم ان احنا باذن الله تعالى ان شاء الله مفيش مدارف في النادي الاهلي موجود في النادي الاهلي بيبخل بأي مجهود علشان احنا كل مهمتنا ان احنا نشوف زي رمضان في الفريق الاول نشوف زي شريف اكرامي ابن النادي محمد الشناوي ابن النادي نشوف كل الناس طبعا هو اغلبية اغلبية الفريق الاول كل ولدي حسام عشور لما يبقى دول بيخرجوا من القطاع هي دي مهمة مداربين قطاع الناشئين بحلم ان شاء الله ان الجيل الموجود 2001 وبقيت زميلهم في 99 أفضل للعنصر الموجودة يكون زي منقول دعامة رئيسية ونقول ان شاء الله فترة الله فترة بإذن الله بإذن الله دائما بإذن الله بإذن الله بإذن الله تأهيل وكفتن محمد سيد مدلك وأم شعبان وسامح كلنا ايد واحدة وكفتن راشد الهداري وكفتن راشد يا سبحان الله بإذن الله بإذن الله أيضا كفتن عمر رز نجم الصاعد شرفتن نور كفتن الحمد لله أنا مفتوط أنك كنت محضر لك من عرضك كنت من عرضك باي من بيتك مترحك ودائما تبقى متعلق شكرا شكرا موصول لكل طاقم العمل وأيضا شكرا موصول لحضراتكم دائما وأبدا النادي الأهل إن شاء الله حديث حديث وعطة بيت